قال مسؤولون أمنية في بلدة البغدادية التي تقع فيها قاعدة عين الأسد غربي الأنبار أن القوات الأمريكية عززت من إجراءتها بتأمين القاعدة من جميع الجهات وبين مسؤولون القوات الأمريكية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية استعداد لأي هجوم قد تتعرض له القاعدة بعد الهجوم الأخير في المسيرات وأشر إلى أن المنطقة المحيطة بالقاعدة لا تخلو من الطيران المسيرة للمراقبة كون ألوية الحجد تنتشر بالبلدات المجاورة للبغدادية الأمر الذي يضع الأمريكيين في حالة إنذار مستمر وهذا الأمر موجود منذ شهور طويلة وضفنا أغلب الهجمات التي تتعرض لها عين الأسد يتم إحباطها بواسطة منظومة السيرام الأمريكية اشتركوا في القناة